هذه الفكرة ماذا تعطيك؟ تعطيك ارتبك من خصم اللي واقف ضدك لا يبقى غلق سلام عليكم أصدقائنا أتمنى تكونوا في أحوال جيدة وستمتعتوا البارح بالقيمة الكراوية خصوصا في دوري أفضل أوروبا و أصلا دوري أفضل أوروبا ولي كان البارح كان اللقاء ميلان و توتنام و كان اللقاء باريسان جنمان و باير ميونيخ في هذا الفيديو سنرى بعض الأمور تقنية في مباراة باريسان جنمان و باير ميونيخ حتى نأخذ بعض المعلومات يمكن أن نعرف كيف يقع فسطة جدا فنبدأ على بركة الله و لكن قبل لا تنسونا ما بالدعم لكم طولنا في دربعاك إذا كنت أول ما تتفرج فينا تدخل دربت الليلة في القناة و ترى ما نفعله و الخدمات التي نفعله و إذا رأيت ما تسهل دعم و مجهود بارك عليك أن تشارك معنا و تلايك الفيديو سيكون أحسن دعم إلى المجهود و بالمشاهدة الفيديو سيكون أحسن دعم بالنسبة لي فهذا بعد نبدأ هناك كيف ترى الوقوف الخاص بباريسان جرمان في الحالة الدفاعية 4 أو 4 جوش نايمار و ميسي كان عندهم دور على أنه يراقبوا كيميت و لا يجعل الكرة على أنها تصل إلىه كيميت و ميسي و نايمار و ميسي و نايمار كان عندهم دور على أن نايمار يمكن في اعتقاد مدارب بباريسان جرمان على أنه موصلات الكرة التي تشفر باير من أنه لا تستطيع أن تفعل اللعب هذا المساحات كيف ترى الأطراف عقل علىهم كيف تتحدث عن من بباريسان جرمان يجعلهم خائفة بذلك ترى هناك كيف ترى المدافعين بباريسان جرمان و هل ترى المدافعين بباريسان جرمان بين قلب الدفاع والظاهر كنشف للعب بين تنونو منداش & راموس ونشف لعب بين ماركين يوس وحاكيمي وعدد شابو وقف بين قلبي الدفاع هؤلاء القلبي الدفاع مشغولين مع مهاجم وفي والتالي هؤلاء هذه الأظهر حاكمي ونونو منداش مصحوبين مع اللعب بينهم بين قلب الدفاع واماته قبل فكرة واضحة فيها كان المساحة يصبح خويفين لأنهم لم يستمرون عمرهم المساحات ويجعلوا اللعب بوحدهم ثم فبالتالي كانوا يتسعبون معهم الأضعار و هذه ركاينة في قرن القادم يدخلوا الأجنيحة الى الداخل و يجعلوا بلايسهم و الأضعار هم الذين يدخلوا و يعمرهم هنا الأمور مغادم جيدة و نظن على الأمور المفهومة و المفهومة و نظن على أن الفكرة واضحة نرى بالنسبة لبناء باير ميونيخ هنا فاش ميسي و نايمار يشدوا كيميته و لا يجعلوا الكور على أن تصل له باير ميونيخ يتبني الله عن طلاسة اللعبة لا توجد مشكلة و أصلاً ببناء ثلاثة اللاعب و يحدثنا من لاعبين اللاعبين و لاعبين زيدين لقدام وسهل كورة يخرج بطريقة سليسة و يتسعب باير ميزة اللاعب و لا تقضي ميزة لأنهم كيبنيوا اللعبت عن طريقة ثلاثة اللاعب و يتسعبوا كورة و يجروا باتجاه اليمين و الاتجاه الياسار و هنا كورة يجروا باتجاه البر و هناكورة يتسعب البر يقاوح المشكلة و سنشرحه هذا بشكل هنا أريد أن نتحدث عن المساحات المخلية باريسان جمع المستوى الأطراف وضحنا السبب كما ترى هنا الأجنحة ساحبة معها الأظهر كيميش حكيمي ونونو مانداش مسحوبين وداخلين وضع القضية تعودت لم تكن كامل هنا نعود إلى البناء لأن أبقاء المساعدين منه كما قلنا أن ميسي ونيمار كانوا يشدوا كيميش ولم يجعلوا الكرة على الوضع كانوا يجروا الباير الكرة على حساب الوضع كيميش مثل هنا كيميش لا يجعلوا الكرة على الوضع اليمين يعني نايمار وميسي تقصروا هنا سوف يرى ما الذي سيقصر لك نايمار وميسي هنا سيخرج لعب من الجدار الذي يكون فيه فيراتي بريرا كارلوس صولير فهمتوا واحد منهم يخرج عن كرة كرة هنا مثلا فيراتي هو لا يخرج عن كرة كرة و هناك أصلا تبلي الكرة داخلها إلى العنق بحكم أن كرة اللاعب الذي كان مغطي ذات المخلج هنا كرة تبلي داخلها إلى العنق هنا اللاعب طبيعا سيجر الكرة على الظاهير الذي يوقف في الطرف الأيمين الفارغ هنا سيجر الكرة إلى الطرف الأيمين الذي يوقف فيه كانسل و هنا نشرح فيه المبدأ الذي سرحته البارح في هذا الفيديو الخاص بالحديث لنا على سبيب القبائل التي ستواجه الويدات ضمن دوري أبطال إفريقية و نعود إلى النقطة هناك ترى ثلاثة ديال الأسهم نرى السام الأخمر السام الأبيض السام الأخضر السام الأخضر يعني الكرة التلاب سيكون في منحة أفوقي السام الأبيض سيكون في منحة عمودي السام باللون الأحمر سيكون في منحة قطري ما هو الفائدة من هذا المجدد؟ لكن كما يرون المشكل في السام الأبيض سيضع إلى الأمام بدون تغيير الاتجاه الكرة لا تغير الاتجاه سيبستغير إلى الأمام السام الأخضر للكرة أستغير تغير الاتجاه السام الأمام لا تزيد إلى الأمام ولكن السام الأخضر ضرب عصفورين بحزر واحدة هي ان الكرة غير الى الامام يعني الكرة زادت الى الامام في اتجاه المرمى الخصم يعني ازادت الكرة الى الامام ولاحظتوا ان الكرة اتجاهها تغير يعني ضرب العصفور بحزر واحد هذه الطريقة او هذه الفكرة ما تعطيك؟ تعطيك ارتباء الخصم اللي واقف ضدك لا يبقى غلق جميع زودية التسامية لان اشكت لعب الكرة بهذه الطريقة تظلم ان الحركة التي هي تكون صعبة بثاف كما تظلم ان الحركة التي تكون صعبة بثافة تتخلق لها واحد زاوية او واحد تغيرة وسط العنقه هذه الفكرة اخذكم تعقلوا لها مزيان لان اطلعتها بثافة المرات خصوصا مباراة القواردولة والمدرب الكبار والطريقة كدروا اتل فراقي الصغار وكدروا اتل فراقي الصغار ومعرفين ما هي مهم انا شرحناها طبعا كمنا في اللقطة اللي بقى سلينة كنت خلل بالنسبة لباريسان جرمان وانا فقط كنت نقذ من نقطة لنقذ كنت نرى بالفائدة الكراوية هذه تيران لا يهمش المغرب فقط كنت نستفدو ونعرفوا كيف كان واقع داخل التيران كما نكمل في الخلل الذي كان عند باريسان جرمان هنا كما نرى تلك الطرف اللاعب باير ميونيخ يبقى فارغ هنا اللاعب باريسان جرمان ستطرع لانه ميجليسي والاتجاع الكرا وهنا القالب هنا هناك القالب بالنسبة لباريسان جرمان هناك الكرة كما نرى هذا الظاهر بدون حراسة قبوة تسمى وبعيد فالكرا تلعبها من الخدمة التي قام باير ميونيخ وهذا القالب في باريسان جرمان ومنها الجرمان سوف نرى اللقطة لانه نفس اللقطة هنا كما نرى نايمار وميسي نفس الدور يقومون بعلانه لا يجعل الكراوية هنا باير ميونيخ مرأي كان يبقى تلعب هنا كوريتسكا كان يحبط هنا كما نرى الأطراف فارغة أما ترى الصورة بينكم ومنها نرى كان الأورنج وانا نرى نكمل اللقطة هنا باير ميونيخ تقليسي الكرة الأيصر هنا تقليسي عن تجاه باور هنا كما نرى اللعب لأنه ضعوب الحمر وميسي 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 هنا سوف يتطر اللعب باريسان جرمان يخرج عن باور هنا كما نرى اللعب باير ميونيخ لأن هناك تفهم على هذا الطاكتك وميسي اللعب لأنه لم يرى اللعبة التي ستجاهلها وانا نرى تقليسي اللعب لأن هذا المرة ثانية أو ثلاثة وميسي وميسي لأنه ستقدم باير ميونيخ انا أدخل العرضة وعندما أدخل من هذا الأدخل لأنه كان يضع الرقابة ومع التالت لعبة العرضية عندما يصبح الكرة ستغطيح اللعب الذي كان يضع الرقابة ويجب أن تكون كتبا وكتبا 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 لأنه كان حكيمي خصوصا في الشرط الأول الذي كان لعب فيه أول شيء اللعب للاعباته باريسان جرمان أو اللعب المدارب اميري الذي صغير عنده 16 عام حرق حكيمي هجوميا حرقه بمعنى الكريمة هجوميا باريسان جرمان لم تستفدأ من الجهة اليوم الخاصة أشرف حكيمي والسبب هو أن حكيمي يتساطح مع اميري وكتبا باريسان جرمان فهو يدخل العمق ويخوه بلصة الحكيمي لا ونستطيع أن تكون في ذلك مرة مرة كانت تجعل العمق بلصة الحكيمي فهذا اللقطة كما ترون كان يدخل هذا الأمر كنا سنرى مستوى جيد حكيمي ولكن حرقه هجوميا كان بعض الأخوة التي ستعطي الرأي ستقول بالله كانت لديه تعليم مثلا أنه لا يتلاش كانت لديه ألفنسو ديفيش وكومان ولكن كان حكيمي لديه تعليمات بلصة الحكيمي كانت تساطح مع اميري كانت تساطح بلصة بلصة لا أعجز بلصة 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 هذا أحد المشاكل بالنسبة للحكيمي و بالنسبة للنومين الذي كان كظاهير بالنسبة للباريسان جرمان كانت لديه تعالي كان سولير في الجحة كان يمشي لديه تعالي بلصة و كانت لديه مشكلة و كانت مركي و كان مرحي و كانت لديه كافي و كانمل و كانت لديه و كانت تسالس و كانت لديه بسبب سنتيمتر قليله THERE لماذا لديه مشكلة لحكيمي هذا احد المشاكل التي كانت لحكيمي فإذا نريد أن أعطيه بعض الإضافات باريسان جرمان كان لديه مشكلة في البناء من الخلف باير تختص عليه بشكل رهيب ورهيب كثيرا دخول البابي حفز باريسان جرمان هجوميا لماذا؟ لأن نايمار كان هو العداء الوحيد من خط الدفاع باير ميوناغ ولكن من يدخل ووجوج عدائي ولا نايمار أو بابي والسرعة بابي أعطت خطورة كبيرة باريسان جرمان حتى الوحيد من باريسان جرمان والله في ميسي فيراتي بريرا وذاك فيتيني اللاعب اللي كان دخل كان الوحيد فيها البعض يلاعبه وكان ميسي يتناوم مع نايمار ويمدوا بعض الإضافات في حلقه لكن انا اوضحت لكم بعض الأمور اللي ناخدوها كدروس كثقافة كراوية نتمنى هذا الفيديو يكون أعجبكم نتلقى في بيديوات المقبلة إلى اللقاء